سياسة ترشيد الوردات التي أقرتها الحكومة والتي سمحت بمنع استيراد بعض المواد المصنعة محليا حفاظا على الانتاج الوطني وكذا تشديد الإجراءات الرامية لتأطير التجارة الخارجية آتت أكلها ليسجل تراجع في رخص الاستيراد الممنوحة في الجزائر بنسبة 29% في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 أعالجت الوزارة 39,092 ملف تصريح بالاستيراد ليتم منح 38,578 رخصة دخول للمنتجات المستوردة مقابل 54,269 خلال نفس الفترة وبلغ عدد المخالفات المسجلة 566 مخالفة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022 مقابل 891 مخالفة خلال نفس الفترة من سنة 2021 مع تحويل 127 ملف إلى المحاكم مقابل 422 ملف محالا في نفس الفترة من العام الماضي متابعة دورية ودائمة لحركة الواردات بحيث يتم تحيين قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بصفة مستمرة تماشيا مع وضعية السوق وحماية للاقتصاد الوطني موسيقى